مساء الخير مشاهدين في كل أرجاء الوطن العربي وحلقة جديدة من برنامج بيت للكل من مسبيرو استيديوهات التلفزيون المصري في القاهرة حلقتنا لليوم رح نتحدث عن موضوع الاقتصاد وأزمات اقتصادية مر بها الوطن العربي سنتوقف عند التحديات والتغيرات التي حدثت ابتداء من أزمة كورونا حتى الأزمة الروسية الأوكرانية وعلى المقابل من ذلك سنتحدث عن الحلول أيضا والفرص الموجودة لدينا في كل الوطن العربي حتى نصل إلى مرحلة من الأمان الاقتصادي هذه الأزمات التي أشرت إليها لانا أرخت بظلالها على اقتصاداتنا العربية وانعكست بشكل سلبي جدا لكن هناك مؤشرات تدعونا إلى التفاؤل إذا ما لجأنا إلى خياراتنا البديلة على مستوى الوطن العربي دي حقيقة اسمحوا لي رحب بيكم طبعا وجودكم في القاهرة خالد ولانا وأكيد زميلنا أحمد سكري المتواجد في العراق وخليني أكمل كلامي زي ما قلته خالد ولانا إحنا النهاردة بنتحدث عن شيء بيهمنا جميعا في دولنا العربية وبالتالي في العالم وهي المشاكل الاقتصادية اللي توالت بشكل كبير على العالم بدءا من فترة كورونا اللي كانت موجودة وانتهاءا بالأزمة الروسية الأوكرانية وطبعا هذه الأزمات مش بس كانت موجودة في اقتصاد العالم ولكنها موجودة في كل البيوت العربية الجميع وكل الدول تحاول أن تجد السبيل إلى حياة يعني فيها نوع من أنواع التفاهم داخل الأصلة بأن احنا نقدر نتفاهم مع هذه الأزمات الاقتصادية ونحاول أن احنا نعديها بحلول كثيرة جدا من دولنا أيضا ومن خلال ما يحدث في العالم كله بالتالي الأسرة العربية هنا دورها كمان مهمة بأنها تنتبه بأنها بإذن الله تعدي هذه الأزمات ولكن نحن كعرب وهنا في بيت للكل بنحمل كمان عندنا حلم كبير بالتكامل العربي اللي يخرجنا من هذه الأزمة هنتكلم هذا اليوم عن حلقة اقتصادية ولكنها حلقة اقتصادية اجتماعية بتمثينا جميعا نتحدث ونحاول أن نكون باسمكم بلغة الحوار زميلنا العزيز أحمد شكري حيكمل معنا هذا التقرير من العلاق تحية لكم زملائي شافكي وخالد وإلانا وكل متابعين من خلال برنامجنا العربي بيت للكل حقيقة اليوم موضوع الحلقة موضوع جدا مهم وهي الأوضاع الاقتصادية بالنسبة لبلدان العربية وخاصة بعد التغيرات التي حصلت بعد جائحة كورونا بالإضافة إلى مصر التي تحدثتم حقيقة عن نقاط مهمة بعد ثورة 30 يونيو والمتغيرات التي حصلت وطرأت على الوضع الاقتصادي للبلد والطموح والتطلعات إلى المستقبل حقيقة رح ناخذ اليوم من خلال برنامج بيت للكل ومحور العراق سوف يكون مختلف تماما عن ما طرح في الحلقة اليوم ضيفنا هو الباحث الفلكي الزميل علي البكري اللي رح يتحدث بتفاصيل دقيقة عن المتغيرات والمجريات والأحداث والتطلعات إلى المستقبل بالأرقام والقراءات الخاصة للأستاذ علي البكري خلينا نرحب به في برنامجنا العربي بيت للكل نقول لك مساء الخير أستاذ علي ومنورنا في هذه الحلقة مساء النور أهلا أستاذ أحمد وشكرا جزيلا وكيد تحياتي إلى كادر البرنامج بيت للكل ويضا للزملاء في الستوديو وكل التوفيق لهم ننورنا شكرا جزيلا دائما علي البكر عندما يظهر من خلال شاشة التلفزيون أو من خلال الإذاعات نستمع إلى الأبراج الحظ وكل ما يتعلق بال دائما الناس نبحث عن الحب والمال وغيرها اليوم حلقتنا حلقة اقتصادية لبرنامج بيت للكل ونحن نعرف لديك قراءات خاصة بهذه الاتجاهة دعنا نبدأ كثير من النقاط حتى نأخذها على عجالة وأيضا تفصيلات مهمة بالبداية نقول ما هو المشهد الاقتصادي بعد المتغيرات التي حدثت من جائحة كورونا بعد ثورة 30 يونيو المتغيرات التي حصلت في العراق الأردن فلسطين دعنا نبدأ من مصر نرى نحن سبق وانذكرنا قبل الجائحة قلنا العالم مقبل على تغيرات قسرية أجبارية لأنه كما تعودنا عندما تأتي ظهارة النساق كل 20 سنة هذا إذان أن العالم عليك أن تستعد لتغيرات قادمة هذه التغيرات يفرضها الواقع يفرضها العلم يفرضها الشعوب يفرضها السياسة أو إدارة ربما السياسات مصر بكل أحوال تخرج تدريجيا إلى واقع أفضل وإن شاء الله كلما تقدم الوقت سنجد أن مصر ستكون بحال أفضل كانت في وضع حقيقة مربك صعوب تحديات منافسة كبيرة لكن أستطيع القول أنه بعد شهر أغسطس القادم أنه هناك تغيرات وهناك أيضا ربما خطط والسياسات جديدة وأيضا ربما يكون للعالم اهتمام بمصر أكبر هذه قراءة بشكل عام هناك تحصف الاقتصاد هناك دمج أنا ذكرت نحن مقبلين على عالم اندماج وليس عالم تفرق بالنسبة لكل البلدان نعرف اليوم قضية العملة نعم كان على سعيد مصر العراق الأردن فلسطين هناك ارتفاع بسعر الدولار وبمقابل العملة المحلية التابعة للبلدان نعم كيف هي الرؤية للمستقبل بالنسبة للعملة ذكرت أيضا أنه نحن بيصد الانتظار إلى عملة جديدة أو عملة تضاف إلى العملات العالمية قد تكون هذه العملة عملة عربية مثلا تنتج عبر دول الخليج مع مصر مع الأردن مع بعض الدول العربية إذا رغبت ممكن تكون أيضا مع دول أسيوية ربما نحن بالأشهر الستة القادمة أو الخمسة القادمة يعني نشهد ربما ولادة عملة جديدة في العالم العالم يتغير بشكل سريع جدا يعني أحمد نحن يمكن الأشهر الثلاثة القادمة رح تبرز بها متغيرات صعوب يعني التكهن بها حاليا لأصحاب السياسة والاقتصاد الآن دور السياسة كما ذكرت قبل سنتين ضعف الآن نحن في أطور الاقتصاد الاقتصاد هو الذي سيفرض قوانينه هو الذي سيفرض واقعه لكن نحن مطالبين كشعوب بكثير من من الارتقاء بكثير من من الجودة في أعمالنا في اختياراتنا في تفصيلات حياتنا هذا لا يتوقف ولو إلا يعني الموجة ستعبرنا يعني لأنه الوضع القادم مرتبط بالتكنولوجيا الرقمية تحديدا ومرتبط بعالم يندمج هناك من سبقنا كثيرا في هذا الموضوع بالتالي لازم الشباب ينهض الآن يفكر لا تبقى اختصاصات الدراسية ما ستبقى كما هي فإذن العملة يعني وربما قريبا ربما بالنسبة لمصر هناك فسحة من الأمل تحركات إيجابية يعني هناك كثير من العوامل الاقتصادية جيدة بالنسبة لمصر وأيضا التحركات السياسية اليوم بالتقاء مع البلدان العربية كان على صعيد العراق والأردن فلسطين هناك تحركات بالنسبة وحتى على صعيد المملكة العربية السعودية هناك حراك سياسي واقتصادي مهم بالنسبة لبلدان المشهد بالنسبة للأردن يكون جيد جيد الأردن جيد الأردن من الفائزين يعني بالمرحلة القادمة أنا أعتقد للأردن يعني مقبل على تغييرات وأعتقد شراكة مع العراق قريبا في هذا المضمار المنطقة بشكل عام مقبل على تحولات مهمة جدا المنطقة هي البديل للعالم البديل للاقتصاد العالمي الجديد لكن هذا أيضا يحتاج إلى مزيد من يعني أن ترتقي مؤسساتنا يعني بشكل أكثر جودة بالنسبة لفلسطين نتحدث عن فلسطين نعرف القضية الفلسطينية والاضطرابات الحاصلة بسبب الاحتلال الإسرائيلي لكن نعرف أن هناك طاقات مهمة في فلسطين داخل وخارج البلد هل ممكن أن تكون هذه مؤشرات إيجابية بالنسبة لفلسطين أن تنعش الاقتصاد أن يتغير الحال القضية الفلسطينية أعتقد خلال سنة 2023 ما رح تكون يعني على السطح ليش لأنه التحولات المرتقبة بالنسبة للفلسطينيين وتحديدا الشعب الفلسطيني طبعا بالنتيجة هو يعني رح يبدأ يعني يأخذ مساحات جيدة خلال سنة 2024 وأعتقد هناك تحول يصيب لصالح الشعب الفلسطيني وأعتقد أيضا دوليا هناك تغيير سياسي في منظومة مجلس الأمن في الممتحدة هذا رح يوسع من دارة الاهتمام في القضية الفلسطينية وأعتقد أنه ربما أيضا هناك في المنطقة من الصعب أنه أنتزار التوترات بل على الأكس رح نواجه أنه ربما هناك نوع من التسويات لكن بالنتيجة كلما تقدمنا إلى سنة 2024 رح تكون أفضل بالنسبة للشعب الفلسطيني بالنسبة اليوم للعراق الحراك الاقتصادي بالنسبة لمرحلة جديدة للعراق اقتصاديا بناء بناء تحتية الحراك الاقتصادي كيف يكون المشهد من خلال قراءاتك الخاصة بالنسبة للعراق العراق يعني العراق والسوريا حتى يعني ما نقدر نجتزئ الموضوع العراق والسوريا هي قطعة الشطرنج الأهمت وربما في المنطقة بالتالي أعتقد العراق مقبل على يعني ثورة أنا خلأ سميها ثورة أو سميتها قبل فترة يمكن فقالوا لي أنك متفائل جدا أكيد العراق مقبل على تغييرات هائلة كبيرة جدا وهذه التغييرات ستكون مؤشر واضح للمنطقة ويعني أيضا سنشهد في العراق دخول ربما كبريات الشركات العالمية وأيضا سينشغل ربما في المشاريع وفي البنى التحتية وهناك راح تؤسس مدن جديدة العراق المرحلة القادمة يعني واعدة جدا 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 وبالتالي هذا طبعا أيضا الأمر ليس بهذه البساطة يعني ربما نحتاج إلى أولا أنه تغيير في بعض القوانين قوانين الاستثمار طبعا على ما أعتقد أنه الأيام القادمة ستثبت هذا الكلام وأنه راح نبدأ نغير في القوانين اللي تخص الاستثمار واللي يتوفر أيضا ريطاء آمن جدا للشركات القادمة وأيضا على ما أعتقد أنه أيضا ربما سنشهد عملية أمينية مهمة جدا لاستثواب الأمن داخليا وبالتالي الأمور تسير باتجاه مميز جدا كلما يعني جاوزنا شهر ربما آب أو أيلول إن شاء الله بالنسبة اليوم أيضا لسوق العمل سوق العمل يتغير من سنة إلى أخرى بسبب تطلعات الشباب شنو تخرج جامعاتنا بالنسبة للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل لينعش الاقتصاد في كل بلداننا العربية بلد يمكن ما يختلف عن بلد الآخر متقاربة وجهات النظر بالنسبة للاقتصاديين الأزمات التي تمر بالبلدان كانت على صعيد العراق مصر الأردن فلسطين هي واحدة ومتشابهة في بعض الأحيان رغم الاختلاف قليلا بالنسبة لفلسطين ممكن المتقاربين بين الأردن العراق فلسطين مصر السعودية هذه البلدان القريبة كيف ننظر إلى سوق العمل وما هي احتياجاتهم بالمستقبل أحمد ذكرت قبل فترة طويلة وأيضا برامجة نوه دائما حيث الشباب شبابنا عليكم أن تتواجهون إلى التكنولوجيا أن الشبابنا بس المجامع الطبية يبحثون عنها الطب ربما سيكون حالة عادية جدا طبيعية جدا الآن التوجه الحقيقي الذي أتمنى أن يتوجه له أبنائنا شبابنا أولادنا أن نذهب باتجاه البرمجيات العالم مقبل على العالم اندماج العالم سيصبح قطعة واحدة يعني الاقتصاد الذي قد يكون في العراق يؤثر على أمريكا اللاتينية ويؤثر على أستراليا فالشباب يتوجهون إلى تعلم اللغة إلى إضافة لغات جديدة لأنهم يتعلمون تطوير كفاءاتهم الآن كل شاب أصبحت أنه التعلم أصبح ممكن ومتاح عبر هذه التكنولوجيا العظيمة التي موجودة والتي الآن نستثمر ونستفيد منها فأنصح الجميع الآن حتى عند شهادة ربما شهادة في مجال إداري أيضا يطور قدراتها لا يكتفي بهذه الشهادة التي ممكن تكون ربما هي فقط شهادة التخرج لا المطلوب الآن العمل والجودة في العمل لأن أنت عندما تتنافس مع شركات عالمية ستجد الفرق كبير بينك وبينهم فهذا هذا المزيد المزيد من التأب الجد والمثابرة والاجتهاد كي يستطيعون أن يجدون لهم فرصة لأن الشركات التي ستأخذ من بلدك فقط ستجلب معها الخبراء المهندسين وبالتالي ستعتمد على النخبة الواعية والتي مشتغل على نفسها بشكل صحيح إذن هذا في المستقبل تطلعات الشباب نبتعد عن القراءات السابقة بأن يجب أن يذهب إلى المجموعة الطبية ويبحث عن فرصة عمل حقيقية اليوم الفرصة التكنولوجية هي المتاحة النظام الاقتصادي العربي يحتاج إلى النظام الاقتصادي الجديد فيه أضافات كثيرة وأكيد ستختفي مهن ربما مع عادة صالحة لهذا الوضع وهذا الوقت أستاذ عالمي خلال حلقة وبرنامجنا العربي بيت للكل الريد تطين شيء أما أن تفائل أو أما أن يكون الهاجس خطير بالنسبة لمستقبل البلدان العربية ما هو الشيء وما هي الخفايا القادمة لمستقبل العراق صديقني أنه المفوض أنا على المحك نتحدث بشكل هذا أنا على المحك راح أولامي أنه راح يصفون أنه أنه تحدثت بطريقة موصحية ثق العالم قادم باتجاهنا باتجاه العالم قادم باتجاهنا لكن يجب أن نرتقي نرتقي على صعيد الأفراد وعلى صعيد المؤسسات العالم بحاجة إلى مزيد من الطاقة البعض ربما طبعا خليني شوية أنه تحدثت بشكل أكثر وضوح البعض يقول لك مستقبل النفط وكذا لن يتم الاستغناء على النفط لن يتم الاستغناء هذا طبعا أنا أجزم نهائيا سيبقى النفط هو الطاقة اللي دائما فبالتالي إحنا طالما هذه المنطقة تتمتع بهذه القدرة الهائلة هذا واحد اثنين إحنا منطقة وسط جغرافيا إحنا نربط الشرق الغرب فبالتالي هذه النقطة شيء مهم إحنا عدنا مشكلة هي مشكلة أنه أساساتنا ومشكلتنا هي مشكلة أنه أفرادنا بحاجة دائما إلى أن يوجهون وللأسف الشديد يعني نلاحظ أنه أحيانا إلى دول أجنبية في الدول الأجنبية يبقى عايش على الإعانة طيب يا أخي ما أنت تشتغل الطور نفسك وتعمل هذا بلدك وهذه منطقتك والحياة قادمة باتجاهك وأيضا الشعوب المنطقة يعني كافحت وهذه المنطقة صالها ستة ألاف أو سبعة ألاف سنة موجودة فبالتالي على الشباب يعني أنا أريد التفاؤل الحقيقي مو التفاؤل مو الأمنيات الأمنية شيء وأن تتفائل وأن تبني بالتفاؤل يعني أنت تتفائل وتعمل تتفائل وترتقي تتفائل وتنتظر النتائج قريبا يعني يشكل أما أن تتمنى وأن تجلس في بيتك وأنه يعني أن تقضي الوقت كل فيه ومعنائل المطالب بالتمنى تعمل تبحث تجتهد بالضبط يجب أن تكون أنت منافس وأن يحسب لك الحساب هذه النقطة الأساسية وإلا يعني أكيد سيكون البديل غيرك برأيك بين العربي بصورة عامة هل هو يشعر بنفسه منافس للبلدان الأوروبية في بعض الأحيان أو هناك يرى الفرق شاسع بينه وبين البلدان الأوروبية الله أحمد شوف خليه كون أكثر دقة يعني قد يزعل بعض علي لكنها حقيقة الشعب العربي شعب كسول كسول الشعب العربي مفرد الشعب يعني ذو نزعة فردية لا يحب العمل الجماعي عندما تضع في مجموعة تبدأ المنافسة تبدأ التحديات وهذه مشكلتنا في الخارج الولاء للجماعة هناك كنا متميزين لكن ضعنا المتميزين في بودقة واحدة و دعنا نعمل بهذه اللحظة المنافسة يضيع العمل على حساب أنه أكون الأفضل هذه مشكلتنا يجب أن ننتبه يجب أن نتحدث بالإعلام يجب أن نتحدث بوضوح تام عليك أن تعرف عيوبك مساوئك نقاط قوتك أهميتك حتى تستطيع أن تكون أنت ند أو منافس العالم بحاجة إليك طيب أنت ستقدم نفسك هذه نقطة أساسية الباحث الفلكي الأستاذ علي البكري شكراً لكل هذه المعلومات القيمة اليوم التي بحثنا في جنبة أخرى هي ليست العاطفة والحوب وما يخفي الطالع في المستقبل نظرنا إلى نظرة اقتصادية مهمة بالنسبة لعراق والبلدان العربية من خلال برنامجنا العربي بيت للكل سعداء كنا بوجودة شكراً وانا سعد أكيد يعني بتواجد معكم شكراً لحسن إذن زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل علينا أن نعمل نجتهد نبحث أن لا نبقى متوقفين في منطقة معينة حتى نتقدم إلى المستقبل ويكون مثل ما ذكر أستاذنا علي البكري بأن هناك طالع ومستقبل جيد بالنسبة لبلدان العربية والتحركات القادمة بالنسبة لبلداننا إيجابية جداً لكن يجب علينا أن نعمل هذه عودة مجددة لكم زملائي بالصوت والصوت ولأهمية موضوع الاقتصاد وكلنا الحقيقة في دولنا العربية نهتم بهذا الشأن خلونا نرحب بضعيفتنا الدكتورة رانيا جيندي الخبيرة الاقتصادية وبرحب بك أولاً من ورانا فحضراتك منورها السؤال اللي كلنا بنسأله طبعاً إحنا مرينا بأزمات كلنا في العالم العربي كورونا وبعدها الأزمة الأوكرانية الروسية يعني بعد ما يعني شفنا الأزمتين أثروا بإيه على الاقتصاد بالنسبة لنا الأزمتين يا فندم هم يعني تبعياتهم وانعكساتهم مختلفة تماماً عن بعض فإحنا في 2020 لغاية 2022 كانت أزمة ركود كلنا كنا عاديين في البيت كانت الفايدة على الودائع والإقراض كانت تقريباً سفرية بالنسبة للدول المتقدمة وبالنسبة لدولنا إحنا العربية كانت أحدية على عكس تماماً أزمة روسيا أوكرانيا اختلفت خالص بنتكلم في التضخم التضخم عالني بنحاول نحن نكبح جماح التضخم ونرفع أسعار الفايدة وأسعار الفايدة توقفنا العمل من وقت كورونا من وقت كورونا ما صنع أفلته شركات أفلته وكان واضح على اقتصاد العالم والتنوجي المالية هي اللي كانت مهيمنة عاديين في البيت الشغل الأونلاين كان مهيمن وبالتالي القطاع ده كان ساعد جداً وواعد جداً وبيحقق إيرادات وأرباح يعني فوق المتوقع وفوق توقعات الشركات ومستهدفتها على العكس تماماً إحنا دلوقتي عندنا تضخم حصل إيه بقى مع التضخم هي المشكلة بقى التضخم بتاع أزمة روسيا أو أوكرانيا أو العكساتها إن إحنا عندنا أزمة غذاء أسعار الغذاء ارتفعت فلما أسعار الغذاء ارتفعت المواطن دلوقتي مش قادر إن هو يشتري نفس اللي كان بيشتريه قبل أزمة يعني ما كنا بنتكلم في أزمة كورونا كنا قاعدين في بيوتنا ما بنستهلكش مواصلات ما بنستهلكش يعني أي يعني بنتكلم في كان الإنفاق أقلب كتير جداً لأن إحنا عاديين دلوقتي الإنفاق مضاعف والأسعار كمان بقت مضاعفين بقى مش بس الإنفاق مضاعف الأسعار مضاعف غذاء أهم حاجة بنتكلم أزمة غذاء طبعا بدأ ينخفض فهنا أرجع أقولك إنه في عشرين اتنين وعشرين أزمة روسيا أوكرانيا كان إيه ارتفاع أسعار النفط إلا حصل دلوقتي أسعار النفط مخفضة جداً وبالتالي إحنا بنعمل إيه والمصنع برضه متوقفة كانت متوقفة فأزمة كورونا ودلوقتي متوقفة بس الأسباب مختلفة تماماً يعني ده سبب وده سبب والسطرات متلاحقة فبالتالي حصل التدخم الكبير حصل تدخم كبير أقلنا من إنتاج النفط ليه لأنه عشان سعره يتزم بعد ما وصل لـ 140 دولار للبرميل من الكلم في 70 و 76 برانت خام ونفت برانت طيب إزاي ده حصل سنتين فالطبيعي إن إحنا نتعايش بقى مع الأزمات ومش كل شوية نعول على الأزمات لأن فيه أزمة تانية تطلع وأزمة تالتها تطلع ولازم نتعايش مع الأزمات ولازم نتعايش إن الدورات الاقتصادية برضه موجودة معنا مع اختلاف يعني تدعيتها وانعكاسها دكتورة رانيا يمكن صح في تحديات كبيرة العالم كل ياته صار أمام تحدي كتير كبير على الأقل فيما يتحلق بالأمن الغذائي حتى هذا المصطلح بلش يظهر بشكل كتير كبير ونشاهد مؤتمرات عالمية وإقليمية عربية بتتعلق في الأمن الغذائي بعد أزمة كورونا الآن إذن إحنا بما أنه ممكن نتعرض لأزمات أخرى كعالم لازم نفكر في تدابير في الوطن العربي بحيث أنه يكون في عنا تكاملية وتشاركية حتى ما نوصل لمرحلة التبعية الاقتصادية مزبوط؟ مزبوط بس إحنا للأسف في مرحلة التبعية الاقتصادية إحنا بنحاول إن إحنا نخرج من التبعية دي يعني زي ما إحنا موجودين دلوقتي يعني جميع الأوطان العربية وبنتكلم بلغة واحدة يعني حتى ولو كانت اللهجات اختلفت ولكن إحنا بنتكلم اللغة العربية فبالتالي ده اللي إحنا بنحاول نسعى إليه إن إحنا نقلل من التبعية إلا أنت تلاشة تماماً فمحتاجين وقت ومحتاجين يبقى نفسنا طويل عشان نقدر نقلل من التبعية المشكلة إن إحنا بنقول إيه دا طب إحنا ليه ما بيحصلش تبادل سلعي الدولة دي بتنتج دا والدولة دي دلوقتي مفيش حاجة اسمها دلوقتي هيمنة الدولار أخدت سنين فأنا بنحتاج إن أنا أخد سنين لغاية ما وصل إن أنا أقلل هيمنة الدولار عن طريق التعاون مش بس مع الدول العربية لأنا كمان محتاجة دعم من الدول اللي بتنافس الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي صحبة الدولار صحبة العملة الصعبة اللي بتتحكم في أسعار النفط والدهب وخلافه طيب أنا عندي الصين الدولة رقم 2 اقتصادية طيب وعندي روسيا قدرت إن هي يعني تصدر الأمحو وتصدر وتصدر هي وأوكرانيا كمان طيب الدول دي أنا لو عملت معاها اتفاقيات مع الدول العربية قدرت تماماً إن أنا أبعد شوية هيمنة الدولار وبالتالي أنا كمان كدول عربية أقلل التبعية بتاعتي ده مهم جداً إن إحنا ناخد وقت وناخد نفس في الأقل هل نملك إحنا كوطن عربي ما يمكننا من تحرير اقتصاداتنا من التبعية للدولار بمنتهى البساطة؟ أكيد نملك يا فندم إحنا النفط مهيمن النفط في أزمة روسيا وأوكرانيا كان مهيمن والنفط دلوقتي مهيمن تمام؟ حتى مع انخفاضه للسبعين مثلاً دولار النفط خام من المية وأربعين مهيمن برضو ليه؟ لأني باجي بقول أوبيك بلاس هخفض الإنتاج خفضته بنصف مليون هخفضته بنصف مليون ونصف كمان إضافي الدنيا كلها بترتبك فطبعاً هو مهيمن ولكن لما النفط ما يتقيمش بعملات الدول العربية ويتقيم بعملة العملة الصعبة المتحكمة في العالم كله فإحنا بنقول محتاجين بعض الوقت لكن أنا مهيمن مهيمن بإنتاجي مهيمن إنه أنا قدرت في أوقات كتيرة جداً أصنع أزمة نفط أقدر إن أنا كدول عربية أقف جنب الدولة اللي عندها أي أزمات وأقول أنا النفط عندي مش هصدره لفلان حقل الإنتاجه مفيش تبعية مفيش تبعية وأنا باتخذ القرار في تخفيض الإنتاج مفيش تبعية في تسعير البرميل فبالتالي أنا بس محتاج أخذ وقتي وقدرك قمتي في العالم كله وقدرك إن إحنا لو بقينا يعني تكتل واحد زي تكتل الأوروبي وخلافه هنقدر والأسياء والهند دلوقتي بقت إيه وإحنا هنقدر نبقى مش بس بالنفط إحنا عندنا العنصر البشري إحنا عندنا الفائد المالي في دول الحدي عندنا كتير موارد بسراحة عندنا الزراعة وعندنا موارد كتيرة جداً نقدر نعمل تبادل سلعي أنا هدخل لحضرتك وليكن مثلاً الفواكه والخضروات وحضرتك هتدخلي الزيوت النباتية أنا محتاج دا وأنت محتاج دا بالتالي هقل الأسعار الزيوت الغذاء دلوقتي قالوا أنه تقريباً نزل المؤشر بتاحهم 2.7% نزل ليه؟ أنت دلوقتي بتقدر أن أنت تعمل عملية التبادل طيب بس السؤال اللي أنا متأكدة لو مواطن العربي بتفرج علينا السؤال اللي بيشغل الناس إمتى ممكن أحس أن أنا قدرت الوقت أعمل هاي منع الدولار؟ إمتى دا؟ وقتاً يعني إمتى دا؟ لما نبتدي نشوف البنوك المركزية بدأت تيبقى فيها حصة لدينار العربي الريال العربي طبعاً ما اختلاف مسميات الدول الجنيه وخلافه لما يبقى فيه حصص في سلة العملات أكبر هي فيه حصص لبعض العملات ولكن الحصة تبقى أكبر ما يبقاش أنا بقول أنه العراق مثلاً فيها 95 مليار دولار ومصر فيها 34 و4 من 10 مليار دولار العراق هنا عملته كام والجنيه هنا عملته كام أول لما سلة العملات دي تبتدي أن هي أشوف فيها اتزام في العملات الموجودة عندي هشعر بالأمان وهشعر أن أنا قلص بالتبعي فأنا محتاجة برضو هرجع أقول وقت ونفس أطول عشان أقدر أشعر بدا هو دا اللي خلت دول زاد دولنا الأربعة أردن، عراق، فلسطين، مصر دايماً عندهم تعاون عندهم تعاون اقتصادي عندهم حاجات متكاملة هل دا يعني لو المواطن قاعد وشايف بما أن إحنا بيت للكل كمان إحنا نتاج لهذا التعاون أيضا فهذا التعاون ممكن يسمر بالفعل عن أشياء؟ هو هيسمر بالفعل وإحنا شايفين دلوقتي آخر اتفاقيات مصر حتصدر إيه العراق حتصدر إيه طب هندخل سوريا ولا لأ طب هل ينفع الوقت دا نقدر ندخل لبنان كمان رغم من الأزمة اللي فيها فأكيد هيأثر وأكيد هيحصل لإنه إحنا محتاجين دا في شحة في السيولة الدولارية أعمل إيه؟ أتبادل السلعة أنت عندك السلعة دي وأنا عندي السلعة دي إيه مشكلتنا؟ الموانئ سواء كانت بحرية سواء كانت برية إزي إن أنا زلت دا إزي إن أنا أشيل الجمارك أي حاجة تعرق لعملية التبادل التجاري لا بقاش عندنا مشكلة لسه عامليني نفتتاح كبير لتحية مصر أي طب كمان بنشتغل على بنية تحتية مش بس في الدول العربية وفي أفريقيا كمان فإحنا يعني كدول عربية بدأنا نشعر بالأزمة بدأنا نشعر أنه كل دولة لوحدها قيمتها كبيرة فعلا ولكن قيمتها هزيد قيمة أمام العالم كله لما نكون في تكتل عربي وفي عملة عربية وفي اتزان في عمليات التبادل ومش هوفر لدولة شقيقة أو دولة جوار دولار علشان أخذ الثلع بتاعتها كلنا عندنا أمال وأحلام وطول ما إحنا موجودين في بيت للكل بدولنا الأربع بنكمل الأحلام دي تعالوا نروح لهذا التقرير الخاص بالتكامل العربي بإذن الله تتوافر في الوطن العربي مقومات التكامل الاقتصادي والذي يجعل التكامل ليس فقط ممكن بل متميزا عن سواء من تجارب الدول الأخرى وذاء خصوصية في ظل الحديث عن نقاط القوى التي يمتلكها فهو من أغنى مناطق العالم في احتياط الثروات الطبيعية والموارد البشرية بالإضافة للموقع الاستراتيجي المطل على العالم وكلها عوامل تشكل رافع حقيقية لتحقيق حلم عربي في كتلة اقتصادية قوية ومتكاملة في مدخلاتها ومخرجاتها اليوم في ضوء التكتلات الاقتصادية الكبرى برز هناك تعاون بين الدول العربية وهذا التعاون الأردني المصري العراقي هو نموذج لتكتل اقتصادي لأن الدولة القطرية لوحدها ما عادت أن تحقق طموحات وتطلعات الشعوب دون أن يكون هناك تعاون وتنسيق اقتصادي بين جيرانها وبين مختلف دول العالم هذا التكتل أو التعاون الاقتصادي الأردني المصري العراقي هو للاستفادة من المزايا النسبية التي تحتفظ بها كل دولة على سبيل المثال كل دولة لها موارد طبيعية مختلفة عن الدولة الأخرى كل دولة لديها موارد بشرية موقع جغرافي ولذلك نحن في هذا التعاون العربي اللي هو يشمل الأردن والعراق ومصر نستفيد من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة على سبيل مثال الأردن لديه موقع جغرافي الأردن موقع جغرافي مهم وكذلك العراق وكذلك مصر الأردن لديه ميزة نسبية وهي اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ومع كندا ومع مختلف دول العالم هذه ميزة نسبية يمكن الاستفادة منها أيضا اتفقنا على حضرتك على أن هناك التعاون في مختلف المجارات وحقيقة هناك التعاون في المجارات الاقتصادية ومهن جدا وهناك مذكرات تفاهم ثناية بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية الشقيقة وبين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية يضاف إلى التعاون الثلاثي هناك مشاريع ثلاثية ومذكرات تفاهم ثلاثية تصوب جميعها في خدمة بلداننا وفي خدمة دولنا العربية إن شاء الله بأكملها لكن في كل أحوال فكرة العمل العربي المشترك في ثلاث دول محورية تستطيع أو استطاعت إلى حد ما من المحافظة على الحد الأدنى من العمل العربي المشترك تمتين العلاقات بينهم وبالتالي بدأت تحقق ما يمكن نسميه نقلة في العمل العربي المشترك نرجو أن تصل الهدف المبتغى وهو الوصول إلى أكبر قدر من التنسيق والتغلب على العقبات وهي كثيرة للأسف الشديد في المنطقة والإقليم استشرفت المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية مع الجمهورية العراقية المستقبل لبناء منظومة جديدة تعظم التعاون العربي المشترك ولتجاوز التحديات التي تقفى مأمل وصول للتكامل الاقتصادي المنشود حيث سعت هذه الدول إلى بناء تحالف اقتصادي عربي يؤسس لتكامل عربي اقتصادي يضم كل الدول إلى جانب دعم مرتكزات العمل الاقتصادي العربي المشترك وتعزيز شراكاته التجارية والصناعية والاستثمارية مع الجميع أهمية القمم بين قادة الدول الثلاث والتي كانت آخرها عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2022 لها دلالة وأهمية خاصة لأنها تعتبر تتويج لكل الاجتماعات التي تجري سواء على مستوى الوزراء أو على مستوى كبار المسؤولين أو على مستوى الخبراء اليوم أو في هذا العام هناك تحضيرات لقمة قادمة إن شاء الله في تجري في جمهورية مصر العربية بين قادة الدول الثلاث وهي تتويج لكل اللقاءات التي جرات بين المسؤولين على مدى العوام الماضية وأيضا تقييم لما توصلت إليه القمم السابقة ولما توصلت إليه الاجتماعات السابقة وللتحضير أيضا لما سيجري في المستقبل لتطوير التعاون بين الدول الثلاث وتسريع وطيرة العمل في المشاريع التي أعلن عنها والمشاريع التي لم يعلن عنها بعد حقيقة العلاقات التاريخية بين جمهورية العراق والمملكة الوردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة علاقات تاريخية وأزلية واليوم الحمد لله العلاقات على التمجة وتوجيه القيادات الثلاث على تفعيل آفاق التعاون بما يخدم مصلحة البلدان على مختلف المستوات وفي كل القطاعات والحمد لله هناك عقيدة عدة قمم في البغداد والقاهرة وفي عمان واجتماعات مستمرة وزيارات متبادلة فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة التنسيق الثلاثي على المستويات المختلفة من أول المستويات الوزرية العادية إلى رؤساء الوزرات نهاية بالقمة على مستوى قادة الدول أنا أظن أنها بدأت تحفر طريق جيد نتمنى أن يكتمل إن شاء الله بما يحقق ليس فقط مصالح الدول العربية الثلاثة وذلك كل مصالح الأمم العربية إن شاء الله يسم بناء التعاون الاقتصادي العربي وبناء الشراكات التكاملية بتعزيز مستويات الأمن الاقتصادي وذلك من خلال رفع القدرات الانتاجية والتنافسية والتمكين الاقتصادي المشترك وتوفير مشاريع استثمارية كبرى ما سيوفر قيمة إضافية ستناكس على الاقتصاد العربي بأكمله مستقبلا مشاريع الرئيسية التي تم التوافق عليها بين الدول الثلاث أبرزها طبعا المدينة الاقتصادية المشتركة على الحدود الأردنية العراقية نحن من الجانب الأردني قطعنا شوطا كبيرا وأيضا من الجانب العراقي تجري الاستعدادات على قدم وساق لإنشاء هذه المدينة ضمن المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الدلوتين وهي أيضا مفتوحة أو لها ميزة نسبية بالنسبة لمصر أيضا لاستفادة من الميزة النسبية التي ستوفرها المدينة الاقتصادية أيضا مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق قطعنا شوطا إيجابيا فيه والمرحلة الأولى إن شاء الله ستنتهي خلال الأشهر القادمة والعمل جاري على تنفيذ المراحل الأخرى لوصولا إلى ما تم الاتفاق عليه بين الأردن والعراق ولتزويد العراق بحاجته أو جزء من حاجته خاصة في المنطقة الغربية من الكهرباء في المشروع الرئيسي الكبير وهو مشروع طموح جدا والذي يشكل طموحا للدول الثلاث سواء العراق والأردن ومصر وهو خط النفط الذي يربط بين البصرة والعقبة ومن ثم يذهب الأنبوب أيضا إلى جمهورية مصر العربية وهذا المشروع حقيقة إذا تم التوصل إلى تنفيذه بالسرعة التي نتطلع إليها سيشكل طموحا كبيرا وسيشكل همية خاصة للبلدان الثلاث يعني بدل ما أي دولة تروح تستثمار في دولة خارجية الأولى أن يقبل استثمارات بين الدول العربية هذه رقمها رقم اثنين بالوقت عندنا حالي أسماء الاقتصاد الأخضر الاستثمارات الصديقة للبيئة هذه أيضا شيء مهم جدا استثمارات الطاقة الطاقة صارت شيء مهم جدا فيما يتعلق بها التكنولوجيا كيف يمكن التعاون في التكنولوجيا بين الدول مصر على سبيل المثال لديها فائد كهرباء يمكنها في متعلق بالرفض الكهرباء يفيد في أوقات الزروة وهكذا دي كلها مجالات وهو ما ينفع الناس الرؤى والخطط القائمة على الموارد وتوفير الفرص ومعالجة أيضا التحديات من شانها المساهمة في توطين تحقيق هذه التنمية وأيضا بما يعود بالفايد على تحقيق النهضة العربية الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بالإضافة إلى تحقيق التكامل العربي المشترك وتحقيق طموحات الشعوب العربية يوسف المشاكبة لبرنامج بيت للكل دكتورة رانيا الحلم العربي يعني مثلاً أنا بدي أحكي برنامج بيت للكل حلا إحنا أربع دول ونتمنى تنضم إلينا دول تانية لأنه إحنا عم نعطي نموذج إنه كيف لما نكون على قلب واحد وهدف واحد فكم بصير فيه قوة لهذا البرنامج ننتقل من تجربة بيت للكل للدول العربية ليه ما يكون في عنا مثلاً ما هو المانع أن يكون عملة موحدة بين على سبيل المثال أربع دول عربية في بيت للكل أردن فلسطين مصر والعراق فيش أي مانع يا دكتور أنا بحكي في حلم هو حلم وحلم جميل وحيتحقق لأن بلغة الاقتصاد زي لغة العلاقات الدولية بالزبط ما تفرقش حيك إحنا عندنا مستهدف بنحطه بس مع المستهدف ده في إطار زمن فأنا ببقى عارف ونحطة المستهدف بتاعي لإطار الزمني هوصل في خلال قدية قد يخزلني لإطار الزمني ولكن هنحققوا هنحققوا إزاي أنا مشكلتي في حاجة أنه أنا عملتي كعراق كمصر كالأردن كأي دولة عربية مربوطة بعملة أخر فأنا هحسبها إزاي هقيمها إزاي ده حتى أفضل منتجاتي كغاز مصري كقناة السويس عندنا في مصر معبر الملايحة كنفط بالدولار فهي دي المعضلة اللي محتاجة استغراق وقت الزمني أطول يعني أنا شايفة في ثقة كتير في تحقيق هذا الحلم عندك الحل أو المفتاح إنه ما نروبط حملتنا العربية في كؤية دولة عربية في الدولار؟ أكيد ده حل وأكيد ده اللي بيحصل دلوقتي مع التبادل الروسي يعني السياحة الروس لما هيجي مصر حيدفعه إزاي؟ هيدفعه بالرابل إذن هتزيد السياحة الروسية بعد ما تخلص الأزمة أو بعد ما تبتدي تقل تداعياتها ونعكستها طيب لما هو هيدفع بالرابل هيجي أكتر لأنه هو مش هيحتاج يوفر عملة بلد قايته أنت هتدفع مدينياتك مثلا بالدولار وهو عنده أزمة في توفير العملة دي في ظل الأزمة اللي هو فيها وبالتالي أنا لما هجيشتري حاجة من روسيا هدفع بالجنيه فالتبادل السلعي ده هتزوت هنا زي ما بنقول سلة العملات اللي في المركزي بتاع كل دولة البنوك المركزي اللي في كل دولة وبالتالي هتقلل من قيمة الدولار وقتيا وهيطلع كمان العملات الرقمية برضو هتساهم عملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية للدول هتقلل كمان استخدام الدولار هي المشكلة الأساسية واضحة كما قلت دكتورة أنه التحرر من التبعية للدولار هذا اللي بحرر اقتصاداتنا المحلية طيب وسط هذا الهامش من التفاول حكيتي قبل قليل عن تضخم وحكيتي عن أزمات وأنه فيه أزمات قادمة طيب وسط كل هذا التشاؤم هل مؤشرات تدل على ما يدعونا للتفاول؟ فأقول إن إحنا بدأنا يعني لما نتكلم مثلا عن العراق بتحاول إن هي تقعد إيران مع السعودية إن إحنا يبقى فيه اتفاقات ما بينهم العراق بتتعاون مع الكويت فإحنا بنتكلم إنه أيوة فيه مؤشرات إيجابية جدا للغاية إيران إن إحنا دول لو اجتماعنا مع بعض قوتنا أكبر بكتير جدا من الاتحاد الأوروبي وإحنا يعني مش بنقول دا لإنه إحنا شايفين نفسنا لا إحنا الموارد اللي عندنا تقدر تخلي الدول الأوروبية في الأزمة اللي عندهم بيطلبوا مني غاز إنت يا مصر حتوردي لغاز إزاي يا دول الخليجي التعاون الخليجي إنت حتوفرلي النفط إزاي؟ فهم محتاجيننا فإحنا بس كل اللي محتاجينه إن إحنا يعني نعمل تكتل ونعمل عملة زي ما يعني بنأمل فيها كلنا ولكن حنستنى وقت حنستنى وقت قد إيه المفروض يبقى أقل شوية أنا مع حضرتك إنه مع حضرتك إنه فعلا فترة زمنية أخذنا وقت كبير جدا قد يكون إنه اتفق العرب أن لا يتفقوا ولكن قرروا فجأة إن هما يتفقوا بس هياخدوا وقت زمني أطول ليه؟ لإن فيها يمنى دولاري في التنفيذ في التنفيذ طيب خليني أروح لحاجة مهمة بتهمنا كلنا هي فكرة المستثمر إنه مستثمر بيجي موجود وبيستغل كل الموارد الموجودة ولو حدي مصر كمثل إيه الشيء اللي أنا أقدر سريعا جدا أقدمه للمستثمر الأجنبي؟ تمام كمصر أنا أقدر أقدم إيه؟ أنا بقدم حاجات كتيرة جدا أولا مصر بتقع على منطقة حدودية عندي موانق يعني بدأنا نفتتحها عندي محافظات كتيرة كل محافظة بتشتهر بإنتاج معين حركة التنمية اللي موجودة موجودة على جميع القطاعات وجميع المحافظات والأقاليم فمصر تقدر تدي كتير جدا طب إيه مشكلتها في اكتذاب الاستثمار سواء كان مباشر أو غير مباشر مشكلة أي دولة عربية إنه إحنا محتاجين نقلل شوية الإجراءات نقلل شوية الموافقات نسهل ده نحط مستهدفتنا نسعى إليها إحنا أنا أسعى للمستثمر وده اللي بيحصل مع اتفاقات يابانية واتفاقات هندية فإزاي أنا اللي أروح أطلب من المستثمر تعالى افتح مصنع في المنطقة الفلانية المصنع ده أنا محتاجه أحط عليه صنعة في مصر أحط عليه ممكن أحط عليه صنعة في مصر والأردن أخذ من كل دولة أنا عارف أصنع إيه في المنطقة الحرة وابتدي إنه أنا أعيد تصدرها تاني يبقى أنا مش ناقصني أي حاجة خالص أنا مش محتاج فلوس هما هيجوا هيدخلوا يعني الاستثمار الأجنبي ده بتاعهم المباشر هيبنوا أنا هشاركهم بس أنا هشاركهم بأرضي أنا هشاركهم بعدد سنين معينة أنا هشاركهم بجزء من الإدارة في قراراتي العمالة اللي عندنا أرخص عمالة موجودة إحنا لما بنصدر العمالة بتاعتنا لما نيجي نمسك مثلا نشوف إحنا دخلينا من الدولار إيه هنلاقي تاني رقم هو العاملين بالخارج فأنا محتاج إن أنا بس أقل للإجراءات زي الرخصة الدهبية وخلافه إزاي أوصل المستثمر إن هو يجي ويكون مرتاح ومش قلقان لو حصل أي مفاوضات هيلجأ لتحكيم دولي عادل باتفاقات أنا متفق وأي المين اللي هيحكم وهو كمان متفق وفي عقد ما بيننا هيقدي المدة الزمنية بتاعته ولو كانت عشرين خمسة وعشرين سنة أو مدة قصيرة لو إنتاج قصير الأجل هيبقى عندي صناعة وبالتالي لما يبقى عندي صناعة باشتراك عربي أجنبي هقدر إن أنا أصدر وهقدر إن أنا أقلل من استخدام الدولار وده هيسهل إن إحنا بقى يبقى عندنا عملة عربية أنا عملة العرب كلها أو أغلب العرب دلوقتي هي بتتحرك قصاد الدولار الدولار بيقوى هيمنة الدولار بتقوى بيقلل مثلا أسعار عملات الدول كلها والدهب كمان يعني الدهب ماشي بعلاقة عكسية مع الدولار فإحنا بنتكلم هيمنته إنت أقللها بالصناعة مش بأي حاجة تاني بالتبادل السلعي اللي مش بربوط بالدولار أنا بودي الروسيا بودي للصين باليوان بودي للأردن بالدينار بصدر دكتورة محتاج قوانين مرينة بصراحة حضرتك يعني إحنا بنقولنا الإجراءات قوانين مرينة ما خفش ما فيش أيدي مرتعش أنا هخرج من مكاني بعد ما مضيت وفقت عشان أسهل إجراءاتي وبص إليه إن أنا منتظرني مصير بعد تاريخ حافل من الإنجازات كموظف كبير في الدولة طرح لأن أمن الموظف طرح لأن أمن المستثمر طرح لأن أقعد أقل فترة زمنية بوديلوا قوة قوة تتخذ قرار لم يكن لابدت أمسك اللايحة التنفيذية للقانون وقود أن تدور فيها اللايحة والقانون يتغيرون في مجلس النواب ولكن أنا أتمنى أن أخذ الجراءة دكتورة رانيا ما سبحثت في النهاية بدها إرادة عربية إرادة وقرار حتى أن نتجاوز كل التحديات في المجال الأقتصادي بس أنا بدي أتوقف النقطة اسمحيلي لطالما كان الأمن السياسي مرتبط بالأمن الاقتصادي لأي دولة في العالم وهاي جدالية العلاقة أنه من يسبق من الأمن الاقتصادي ولا الأمن السياسي ورغم ذلك منشوف أنه خلينا أحكي المواطن العربي بشكل عام متقف سياسيا لكن الثقافة الاقتصادية لسه خجولة عند المجتمعات العربية أنا بحكي الشارع العربي فيه مصطلحات إحنا ما بنعرفها اقتصاديا نسمع مصطلحات اقتصادي ما بنعرفها فخلينا نحكي في هاي القضية كم التقافي الاقتصادي كتير مهمة أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة يعني مثلا بلغة سوق المال كان بيقولك لما تلاقي ناس كتير فهمة بورصة وأسواق مال أعرف أن البورصة هدوء فالمشكلة أنه الرجل اللي بيبيع على عربية في الشارع بقى بيكلم اقتصاد بيكلم اقتصاد غلط فهو هنا فيه نشر الثقافة الاقتصادية والوعي المالي ولكن بطريقة غير صحيحة تمام احنا عملنا ايه تمام في الدول العربية ده مهمة قوي ان احنا نقول ده ان احنا عملنا برامج اقتصادية بشكل مختلف تماما بتوصل بلغة الشعب بشير المستلحات دي او بعرفها بطريقة سهلة وبطريقة بتوصل للمواطن العادي بسهولة فيبتدي يعرف انه لا اللي تقال ده ما كانش صح مش معنى اني اطرح في البورصة اني ببيع حكتي مش معنى اني لما مستثمر يجي يدخل يشاركني معنى كده ان انا يعني ما عندي ثقة سياسية لا فاحنا بتبتدينا نقول له لازم تفهم معنى الكلام ايه ولازم تفهم المغزى منه ايه لما تقولي ان الاحتياطي النقدي مثلا بيزيد تمام طيب او بيقل انت منتاش فاهم الكانسف طبس كان سعر عملتك كام وقت ما كان كذا وسعره عملتك كام دلوقتي بفاهمه بلغة الشارع وبقى في اقتصاد الشارع عشان يبقى اسهل بكتير جدا للمواطن ويقدر يتعامل معاه هو عارف احتياطي البنك المركزي يعني مصر عندها كم من الدولارات اللي تقدر تقعدها كم شهر فبقى المواطن عارف وعارف بطريقة صح يعني خلينا نقول الراديو بيشتغل على كده التلفزيون بيشتغل على كده السوشل ميديا للحكومات بتشتغل على كده بالوقتي كل حكومة ليها مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتها اكتر من موقع مش موقع واحدة بتستهدف فئات مين اللي قاعد على موقع التواصل ده الشباب من سن كذا لكذا فانا بستهدفه بطريقته وبسنه مين اللي قاعد على مواقع التواصل فلانية كذا وهنا لينا في روسيا قصة ممكن ناخدها منها لما اجي مواقع التواصل معينة قالت هتقفل في روسيا حالا هشغل المواقع التواصل الخاصة بي اللي هقدر اصدر لشعبي انا عايز اقول ايه؟ الحقيقة فين؟ بالامكان استغلال مثلا هذه المواقع وهذه التقنية العديتي لمن عطنيها التكنولوجيا لرفع منسوب الوعي الاقتصادي لانه بتارفي لغة الاقتصاد لغة جافة ما هياش لغة مشاعرية فبالتالي انا محتاج احقنها للمواطن وكأني بطريقة او باخرى عجبتني جدا الجملة بتاعت ما هياش لغة مشاعرية صحيح صحيح بس دلوقتي بقوا من الاقتصاديين شبهنا وشبه الناس يبتدوا ان هما يوصلوا المعلومة يعني حضرتك وانت بتسأل سؤال اكيد المواطن اللي قاعد بيتفرج على حضرتك فيهم حضرتك بتقول ايه وفيهم انت عايز توصله ايه الشعب كله دلوقتي في الدول العربية كلها بقى فاهم اقتصاد في منهم فاهم بطريقة صح لان هو بيحب بلده وعايز البلد تتخطى العراقيل اللي بتقابلها سواء كانت عراقيل بتجيلها عن طريق صدمات محلية او خارجية او عراقيل عن سوق ادارة في الملف ده وبطلع اقول انا عندي مشكلة هنا كان فيه مشكلة في الادارة هنا كان فيه ازمة داخلية هنا كان فيه ازمة خارجية لما بتكلم للناس بلغة حاسين بيها وشعرين بيها بتوصل لهم فبيصدقني زي بالضبط الجراح لما بيدخل بيقول للمريض انت عندك كذا وحتتعالك هي المهم انه يصدقك ويطمئن طيب خلينا ننقل ده يعني زي ما لانا كابت تسأل عن الشارع العربي وانه خجول امام المعلومات الاقتصادية لكن انا عايز اقول ان الاسر العربية كلها بقت مضطرة ان هي تشتغل باقتصاد موازي داخل اسرتها يعني بمعنى ايه انه بقيت انا كاسرة عربية لازم ابقى خبيرة مع اسرتها حاكل بكام هعلم ولادي بكام هتفسح بكام وهيش بكام في ظل ازمة عالمية عشان اعدي لبرى الامان ما بقاش هل هنا بقى مطلوب يعني كخبيرة اقتصاد تغيير نمط حياتي اتابع اللي بيحصل اقتصاديا علشان ما روحش برا للحكاية اتصرف ازاي؟ اقثر على الاقتصاد ازاي؟ لما بنقول انه انا كمواطن اقدر اقثر على الاقتصاد اقدر اقثر على الاقتصاد طيب انا عارف انه الموسم ده موسم لحوم طيب اعمل ايه؟ اقل من استهلاكي للحوم اكل مش مكلش بس اكل بالنسب اقل برا بيعملوا ايه؟ قطعة قطعتين في المطاعم الكبيرة بيعملوا ايه؟ بيقولك القطعة دي كان جرام بدأ المواطن المصري بالفعل حتى ولو كان مش عنده ثقافة ومش عنده درجات العلم القصوى بدأ ان هو يفهم ثقافة الجرام مش الكيلو فهنا بقدر اصدر على العالم كله مش بس على التجار او ارتفاع الاسعار الخاصة بالمواسم او الجاشة انا اغير ثقافتي واتعامل مثلا في المواد الغذائية بالزاد في مواد اللحوم وكده بالجرام فحتخليني انا احس ان ما عنديش المشكلة الكبيرة كيلو كان فيه وفرة اكتر فالجرام هيكفيني بردو هو غصبا عنه يا فانم يعني يا استاذ اشافكي عايزين اقول لحضرتك حاجة هو قيمة الدخل بتاعه قلت فهو تعامل بدأ غصبا عنه وده حاجة كويسة خديته للطريق اللي يقدر فيه يسيطر على سلوك الاستهلاكي وبالتالي هيقدر يبقى سلوكه منضبط فيما بعد كل الدول اللي حققت معدلات نموه عالية قدرت ان هي تدبط سلوكها الاستهلاكي قد يكون المواطن يعني غصبا عنه هو مش قادر يدبطه يعني احنا بنتكلم فيه ارتفاع مثلا فيه اجور الموظفين تمام عشان خاطر التدخم عشان خاطر سعر العملة والكلام ده كله مهما كان الارتفاع ده لكن هو دخله اقل مما كان عليه وقت كورونا ووقت ما بعد كورونا وخلافه فهو بقى سلوكه منضبط غصبا عنه فده هو اللي هيقدر بعد كده مع انضباط بقى اسعار السلع الغذائية واسعار النفط والكلام ده كله هيقدر ان هو يبقى عارف هو بيأثر ازاي على المجتمع بثقافة ووعي لان هو جرب والتجربة افضل بكتر جدا من الارتفاع يمكن يجب على الخبراء الاقتصاد الالتفاة الو قالتلك احنا على مستوى اسر يجب ان نكون جزء من حل الازمي مش نركن بس على حكومة وعلى الخبراء وعلى جهات الاقتصاص هذا دورهم ومسؤوليتهم لكن احنا كمان يجب ان نكون جزء من الحل واحنا بنحكي انه زمان كان كل عشر سنوات يمكن فيه ازمي حسب بحديثك ازمات كل سنتين كل ثلاث سنوات فيه ازمي كيف بالامكان ان نتجنب هذه الازمات المتلاحقة ودورنا كاسر في الحد من قصة ارتدادات اي ازمات اقتصادية علينا كمجتمعات ان انا اخذ حذري او اتحوط بلغة الدول او بلغة المؤسسات الكبيرة واخذ حذري بلغة المواطن والاسرة ده مهم ولكن مهما حدث ومهما تحوط ومهما تحوطت المؤسسات العالمية هتحدث الازمة وحتحدث تبعيات التعايش مع الازمة والتعايش مع تبعيتها اما بارتفاع هذا او ذاك من السلع ازاي ان انا ابتدي عندي مرونة زي ما بقول ان الدول محتاجة تبقى مرونة عندي مرونة اني اوزع دخلي كما يعني يتيح لي العيش الكبيرة كأسرة كأسرة كدول احنا بنتكلم ان هي بتاخد احتياطاتها وحضرها خلينا نتكلم عن فيه اسر بتقدر انها تتدخر فالادخار هنا ده بيبقى شيء كويس جدا بيمفعني في وقت الازمة انا داخلي يقلم فبقدر بياخد من الادخار علشان فيه اسر تانية بتقدر تستثمر وعارفة تستثمر فين واحنا شفنا هنا الدهب لما كانت اسعاره بترتفع جدا حتى عن الاسعار العالمية ليه لانه الدول العربية والمواطن العربي بيتدخر فين بيتدخر في الدهب مشتري السبائك وخلافه والجنيهات وكلام ده كله لانه عارف انه ده يعني اللي كان دارج من ايام جددنا انه في الاخر الدهب لما هيجي بيه هو مخزن للقيمة انت عملتك قلت لكن الدهب ما قلش وتقدر ان انت تجيب بيه الاصل اللي انت كنت عارف يعني هو دكتورة رانيا انا اللي بدنا نجمل هذا الحكي بانه دكاء في ادارة الموارد سواء كانت داخل من مستوى الاسرة الى مستوى الدولة ومؤسسات الدولة نحن نشكر حضورك معنا في برنامج بيت للكل دكتورة رانيا الجندي الخبير الاقتصادية اهلا وسهلا بك شكرا بحبرا مشاهدينا يمكن اذا بدنا نختم حلقتنا لليوم وخلاصة لكل المواضيع الاقتصادية اللي طرحناها في جملة كتير مهمة في الاقتصاد السياسي بانه من يملك قوته يملك قوته وبالتالي اي دولة لديها التمكين الاقتصادي والدكاء في ادارة الازمات الاقتصادية فهي التي ستؤثر في موازين القوى الدولية الى اللقاء في حلقة اخرى من برنامج بيت للكل